جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد لا شك أن البشرية تدرك أن الصفات الفاضلة لا تجتمع لإنسان واحد إلا ما خرج بالدليل يعني أن يكون إنسان عالم في الطب ثم نطلب منه أن يكون عالما في الفيزياء والكيمياء والفلك وما إلى ذلك من تلك العلوم هذا أمر يندر وإذا كان عالما هذا الإنسان بهذه العلوم واحتوى عليها فكان عالما فإنه تنقصه صفات أخرى فقد يكون عالما ولكنه نعم تنقصه كمالات أخرى قد يكون فقيرا نعم عالم ولكنه فقير أو عالم في هذه العلوم ولكنه ليس جميع أو يكون عالما ولكنه ليس شجاعا وهذا أمر ذكره ابن سينا أن علماء الفلك وعلماء الرياضيات وعلماء الفيزياء إذا كان عالما في هذه العلوم فإنه يندر شنادر أن يكون شجاعا فكأن هاتين الصفتين لا تلتقيان العلم والشجاعة فإذا كان عالما لا يكون شجاعا وإذا كان شجاعا لا يكون عالما نعم ولهذا عندما تكلموا عن أفلاطون وعن نعم علماء الفلسفة وعلماء المنطق هؤلاء العلماء مع أنهم أثروا البشرية وقدموا ولكنهم لم يذكروا في أحوال أفلاطون مثلا زين وغيره من علماء الفلسفة أنهم كانوا حلماء أو أنهم كانوا نعم أهل أخلاق أو أنهم كانوا أهل كرم وإن يعني طبعا ما ننفي ولكن الصفات الأخرى لم تظهر ما تحدث عنها التاريخ وكذلك عندما تأتي إلى حاتم حاتم كان كريما ولكنهم لم يذكروا أنه كان شجاعا مثلا أو غير ذا أو أنه كان عالما زين لذلك عندما نأتي إلى هذه الكمالات لا نجد هذه الكمالات نعم تتأتى إلى إنسان هذا المعنى واضح إذن عندما نأتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه شوفوا التفت يا إخوة هو مو فقط استحوذ نعم واستولى على هذه الصفات شجاع وعالم زين ومكارم أخلاق وما إلى ذلك نعم هو احتوى على هذه الصفات ملتفت أستاذنا الكريم لا هذا صفي الدين الحلي يقول جمعت فيه الصفات المتضادة أنت تتأمل بعد شلون قال جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد عزت يعني عدمت يعني ما أكو إليها وجود أن يكون هناك ند مشابه يعني إلى أمير المؤمنين عزت لك الأنداد وما توفرت ما أكو ما توفر أحد مثلك يعني جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد اتأمل أنت الحين شلون قال حاكم زاهد شلون تصغي حاكم زاهد زين بعد قال شجاع حليم شجاع حليم فاتك ناس فقير جواد لاحظ شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد خلق يخجل النسيم حياء أو يخجل النسيم من العطف وبأس يذوب منه الجماد مقدار ما هو شجاع وبمقدار ما هو إذا سطعتها فلا ينكف حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه نجده رقيق القلب لا إله إلا الله هذه الكلمات تأمل بيها لأنه مو مجرد شعر شعر لكن يعني التفاتات يقلب العلم ويستخرج من العلم المكنونات العجيبة لهذا نحن بحاجة أن نقرأ يا إخوان حتى هذه أشعار التي جمعها الشيخ عبد الحسين الأميني في الغدير ونستخرج منها الالتفاتات المهمة نعم ومن أهم سجايا أمير المؤمنين سلام الله عليه وتلك الصفات التي هي له دون غيره مكارم أخلاقه وطبعا ما صارت ترى عندنا هذه الأخلاق التي تشوفها أنت في المجتمع هذه السجايا التي اتصف أو يتصف بها مجتمعنا زين يعني أنت لو تروح في غير مكان ترى مثل هذه السكينة ومثل هذا الهدوء ومثل هذا التلاقي الالتقاء ومثل هذا التراحم في كثير من المجتمعات يفقد يفقد ما تعيش ما تعيش زين تشوف شلون يعيشون حالة الغلظة حالة الطغيان حالة هذا واقع وموجود على وجه الأرض كثير منه بلا شك أن أمير المؤمنين سلام الله عليه اتصف بمكارم الأخلاق عندما يقول متحدثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد قرن الله به ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد وكان يمضغ الطعام شوف يمضغ الطعام ثم يلقمنيه ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني باتباعه إذن يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني باتباعه اقرأوا أيها الأحباء عن أخلاق أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني أنت لمن عندك هذا الجهاز الذكي بس تكتب أخلاق أمير المؤمنين تظهر إليك يعني أمور عجيبة وغريبة في سجايا هذا الإمام الأعظم الأقدس عليه أفضل الصلاة والسلام زين والتي منها تواضعه صلوات الله وسلامه عليه إلى حد أنه تعرفون قصة ذلك الرجل الذي صار ضيفا عند أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وولده غلام صغير صغير فجاء أمير المؤمنين بعدما طعم ذلك الرجل وأصاب من ذلك الطعام بيده الكريم وقد جلس بين يدي الضيف لا إله إلا الله وهو يصب الماء على يديه يعني الشعجي وهو يصب الماء على يديه فقال يا أبا الحسن كيف يراني الله وأنت تصب الماء على يديه قال يراني أخاك الذي لا يتميز عنك وأنا أطلب بذلك رضى الله جل وعلا يوم القيامة ثم التفت إلى ولده محمد وقال بني لو أن هذا الغلام هذا الأصباء الصغير لو أن هذا الغلام جاءني لوحده لصباب تقول الماء على يده ولكن لولا أن الله جل وعلا ولكن الله جل وعلا أباء يتميز أو أن يتساوى الإبن مع أبي لأن نحن كفير من تصرفاتنا مع آبائنا بعضها موسليمة يعني لا الأب له احترام يعني يعني شلون أهل البيت يعلمون المبالغة في احترام الأب يقول لا يقول يعني هذا ما يقعد في صف أبوه واللي صب الماء على يد الأب ما يرد صب الماء مرة ثانية على إيد الولد ملاحظ وركب أمير المؤمنين سلام الله عليه على فرسه أو على دابته في يوم من الأيام فمشى فرآه قوم من المؤمن المسلمين أو من المؤمنين فجعلوا يمشون خلفه اختفت إليهم يمشون قال ألكم حاجة قالوا لا ولكن أحببنا أن نمشي خلفك يا أمير المؤمنين فنهاهم عن ذلك وقال إن مشي الماشي خلف الراكب مذلة للماشي ومفسدة للراكب يوم اللي أنا أشوف الناس تحترمني وكذا وشعاليني مرفعيني فوق هذه شنه مذلة يعني أنا قاعد أذل للناس يعني وأنا من أنا يعني أنا عبد من عباد الله وماذا قال مفسدة مذلة للماشي ومفسدة للراكب ولهذا إن من أفضل يقول أمير المؤمنين إن من أفضل ما يعبد به الله جل وعلا التواضع ما تشوف أنت الخوارج الخوارج يصلون صلاة الليل تكسروا تكسير من العبادة لكن يوم اللي فعلوا ما فعلوا هذا أش سووا دخلهم العجب وقالوا علي بن أبي طالب مو أحسن مننا مثل ما أنت تصلي وتعبد الله نحن بعد مو بس أنت دخلهم العجب لهذا التواضع التواضع مو فقط التواضع للناس السلام عليكم والابتسامة وما إلى التواضع للحق هؤلاء أقوام لم يتواضعوا إلى الحق وبلغ من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه يزرع الأرض بيده ما تعرف التقصة أبو نيزر أبو نيزر ابن النجاشي عنده ولد اسمه نصر نصر من أمصار الحسين أبو نيزر عنده هناك عين عين أبي نيزر والبغي بغا ويعمل عد أمير المؤمنين وراح إلى أمير المؤمنين سلام الله عليها هل عندك شيء مما يؤكل رواية مشهورة قال سيدي ليس عندي شيء ليس عندي إلا شيء من القرع قال فعلي به ومضى إلى عين بئر تسمى الربيع فغسل يده بأبي وأمي وأصاب من ذلك الماء من ذلك الطعام ثم مضى مرة أخرى إلى عين الربيع وغسل يده ووضع يديه نعم وشرب بيديه وقال إن نعم الآنية اليد يا أبا نيزر نعم ثم قام سلام الله عليه وقال ومسح بالماء بنداوة الماء على ثيابه ومسح على بطنه وقال من أدخله بطنه النار فأبعده الله وقام ثم أخذ المسحات وجعل يضرب في الأرض يريد يريد شنه يريد يكشف عن العين فجعل يضرب على الأرض نعم ودخل إلى تلك الحفرة فأبطأ أبطأ عنه الماء وخرج بأبي وأمي وقد جرى عرقه من جبينه بأبي وأمي ثم مسح جبينه وجعل يضرب على الأرض وهو أمير المؤمنين وهو أمير أيام خلافته هذه أيام خلافته نعم مذكور في أيام خلافته وجعل يضرب على الأرض فانفجرت عين كأنها رقبة الجزور من أسفل نعم مسحات أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال الله أكبر اللهم أشهد الله جل وعلا أنها صدقة يا أبا نيزر علي بذوات وصحيفة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين تصدق بعين أبي نيزر يعني مزرعه اللي زرعها بإيده وهو قعد أمير المؤمنين لا زرعها بإيده زين وخير فيها تصدق بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء المدينة وأبناء السبيل ليقي بها وجهه حر النار يوم القيامة نعم لا تباع نعم لا تباع ولا تهدى أو شيء من هذا القبيل إلى أن يريثها الله وهو خير الوارفين إلا أن يحتاج إليها الحسن والحسين وهذا اللي منها الإمام الحسن كفى للشيء عليه من هذه وغيرها من إيه إيه وقف مشروط نعم ذكروا أنه وقف اشترط فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا الإمام الحسن والإمام الحسين لا ينفقان إلا فيما يرضي الله جل وعلا لذلك هذا من وين هذا من تواضع أمير المؤمنين من كرم من كرم خلقه سلام الله عليه وإن عجبت فعجب إلى مكارم أخلاقه كيف قُبلت كيف قُبل إحسانه بالإساءة هناك في البصرة في البصرة لما نصرها الله عليهم وقف الله ناصرنا بعد الله ناصرنا على ناس ظلموه سبوه وإذا هناك نساء واقفين يا قاتل الأحباء يسبون أمير المؤمنين قداما يا قاتل الأحباء يا قاتل الأحباء قتلك الله وأيتم منك أولادك فالتفت أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال لو كنت قاتل الأحباء قتلتوا منهم في هذا البيت أنا لو أبغي أقتلكم أقتلكم منه إليكم انتونوا غيركم انتونوا غيركم لو أريد أقتلكم أقتلكم ما يردني شيء لكن يرده التقوى يمشي على قانون السماء بني حسان رفقا بأسيرك لما تنظر إلى عينيه قد غارت في أم رأسه من الخوف ترجمة نانسي قنقر من الخوف ترجمة نانسي قيز start